تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تكافل نتناول اليوم مع ضيوفنا أبرز المستجدات فيما يخص مكافحة وباء كورونا والتخفيف من القيود مشاهدينا من الواضح أن هناك توجه لرفع القيود في الحياة العامة في عدد من الدول على رأسها بريطانيا بداية من آخر الشهر الحالي مما يطرح العديد من التساؤلات كيف يمكن أن يحدث هذا في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بأوميكرون قبل عامين فقط كان الفيروس سما قاتلا واليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصفه بالزكام الحاد ومن الممكن التعايش معه من يتحمل مسؤولية مثل هذا القرار هل ستعود الحياة فعلا إلى طبيعتها تدريجيا على أن يستمر إعطاء اللقاح المضاد وهل تحمي الجرعات المعززة المصابين لأوميكرون من الأعراض الخطيرة هل نحن أمام انفراج حقيقية وسط تزايد الإصابات الملفت والقلق من مضاعفات الفيروس ومتحوراته على صحة الإنسان كيف ستواجه الفئات الممنوعة من اللقاح تلك الجائحة هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيوفنا فأهلا وسهلا بالجميع أبدأ بالترحيب ضيوفنا معي من المغرب دكتور عبدالله بادو مدير مختبر المناعة الجينية بكليات الطب والصيدلة جامعة الحسن الثاني من الدار البيضاء من تونس معنا الدكتور محمد بن حميدة رئيس المنصة للطب عن بعد وأيضا دكتور دوت كوم وعضو المؤسسة العلمية للتطبيب عن بعد ومن لندن الدكتور شريف إبراهيم أخصائي الطب الوظائفي ومن الرياض الدكتور عميد خالد عبد الحميد وهو رئيس التجمع السعودي البريطاني الطبي وأيضا سينضم إلينا من الجزائر الدكتور يوسف وجلال أمين العام لبيولوجية الصحة أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا وأبدأ معك الدكتور شريف إبراهيم من لندن شكرا لوجودك معنا اليوم أهلا وسهلا بك الله يبارك فيك إن شاء الله نكون مفيدين للمشاهدين الكرام إن شاء الله دائما سيد الكريم نستفيد من معلوماتكم القيمة بما يخص صحة الناس حقيقة وأنا أشكركم لأنه رغم وقتكم والتزاماتكم الكثيرة تسمحوا لنا بجزء من وقتكم من أجل أن يستفيد الناس من خبراتكم حقيقة لأن كلنا اليوم محتاجين سيد الكريم لمعرفة المزيد خاصة في جو القلق الذي نعيشه يعني مظاهرات في دول أوروبية رافضة لإلزامية أو إجبارية اللقاحات من جهة أخرى بوريس جونسون يقول يعلن رفع معظم القيود المفروضة في بريطانيا ابتداء من 27 يناير هذا الشهر الحالي يعني باعتقادك هل هذه التصريحات تنمو فعلا عن انفراجة قريبة أم مازالت الأمور ليست واضحة؟ تفضل والله أنا أفتكر يعني هذه الانفراجات تكون حقيقية لأنه على الرغم أنه كان فيه تزايد في حالات الإصابات إلا أنه المرض زي ما وصفه بوريس جونسون بأنه هو يعني زكام حاد أصبح زكام حاد ويمكن التعايش معه هذا كلام يبدو أنه يكون حقيقة لأنه طبعا الأومايكرون اللي هو الفيروس الجديد هذا بيسبب في معظم الحالات بيسبب التهابات في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي مش ضي المرض الأساسي اللي هو البدا في البداية اللي هو طبعا بيسبب التهاب في الريئتين وطبعا التهاب الريئتين ده ممكن يأدي إلى مرض خطير قد يأدي إلى توقف أو ضحف في التنفس أو أمراض تحتاج إلى إناية مركزة وأشياء زي كده لكن الأومايكرون حتى الآن ومعظم الحالات حتى الآن هي بتكون حالات بتاعة التهاب في الجزء العالمي الجهاز التنفسي طبعا بوريس جونسون بنى الغرار بتاعده على أشياء كثيرة من بين الأشياء أنه ربما أنه يكون في تزايد في عدد الحالات يعني السعادية قبل يومين لا أمسا اللي هو يوم 22 كان عدد الحالات في بريطانيا حوالي 75 حالة في اليوم من 75 حالة دي في حوالي 1900 حالة اتنومت في المستخفيات وعدد الوفيات كان حوالي 279 تقصد دكتور 75 ألف حالة لا 75 ألف 75 ألف حالة يعني قلت كانت أكثر من 140 ألف في الأيام الماضية زارت أكثر من 200 في وقت ميلا وكاة نعم صحيح نزل المعدل إلى حوالي 75 ألف حالة في اليوم لكن الحالات المنومة في المستخفيات أقل من 2000 حالة وعدد الوفيات أقل من 2275 هل يرجع ذلك دكتور إلى تلقي الناس هذه اللقاحات؟ طبعا لأن التغطية في إنجلترا في بريطانيا ارتفعت إلى 90% للجرعة الأولانية وإلى 83% للجرعة الثانية وإلى 64% من السكان يتغطوا بالجرعة الإضافية نعم معززة فده معناها أن التغطية عالية جدا جدا وأنا أفتكري عن مستوطة التغطية ديه ما بيوجد نظير له في دولنا العربية ولذلك تشجعت الحكومة فوريس جونسون تشجع وطبعا هو طبعا بيكون مدعوم من الخصائين في الأمراض الصحة العامة هم اللي هو طبعا بيكون نصحه في أنه يقلل من الاحترازات الوقائية الحاصلة السعادية لأنه طبعا أثر التأثير كبير جدا جدا على الحالة الاقتصادية في البلد الآن طبعا الناس ممكن يرجعوا تاني يشتغلوا في المكاتب مكانهم يشتغلوا من على البعد والحكاية الكمامة مثلا استعمالها برضو أصبح اختياري حتى في مدارس الكمامات برضو حتصبح اختيارية طبعا من يوم الخميسة اللي جاي وفي معظم الأشياء الثاني الزمان مثلا حكاية الكرت المرور اللي كان الناس كان الزامي بيتضايقوا منه كثير ده برضو حيلقى السعادية نعم زي ما أنت قلت أنه فيه مظاهرات كثيرة في بعض الدول الأوروبية بيتطالب بإزالة كرت المرور ده أو الباسفورت الجوازي بالكوبيد يشيلوه خالص من دخول الأماكن العامة نعم اسمح لسيد الكريم أنتقل إلى تونس للحديث مع الدكتور محمد بن حميدة أهلا وسهلا بك سيد الكريم شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لقبولك الدعوة يعني في الحديث عن رفع القيود في بعض الدول الغربية ماذا عن الدول العربية الدول المغربية في هذا الشأن يعني هناك ازدياد في عدد الإصابات اليوم تشهدها معظم دولنا أو معظم دول العالم إن صح التعبير ولكن هناك دول ارتأت إلى أنه تكون هناك يتم التعايش مع هذا الوباء خاصة في دول لقحت أكثر من 80% من سكانها ضد فيروس وأيضا المتحورات الجديدة تفضل سيدي شكرا جزيلا على الاستضافة أهلا بك بطبيعة أنا نحق أن الجيحة هذه قاعدة تتطور وأنه اليوم أوميكرون ليس بخطير كما شفنا السنة اللي فاتت وهنا نشوف وأنه عدد الحالات مثلا في تونس ارتفع في الفترة الأخيرة وصلنا في التحاليل الإيجابية عصر الليب حالة جديدة على 30 ألف دونك هذي مثل 32% من الناس اللي هما بوزيتيف عندهم معنى الكوفيد وهو إيجابي وهذه عدد مرتفع جدا وما تعليش اللجنة العلمية الأسبوع اللي فات في 13 جندي أقرت حالة الطوارئ وفي تونس حالة الطوارئ معنى من الساعة العاشرة ليلا حتى الخامسة صباحا يمنع التنقل بين المدن والتنقل في حال الطوارئ شيء غريب سيدي كيف تتعامل الدول مع هذه الجائحة يعني هنا في بريطان على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات إلا أنه يوجد تخفيف للقيود عكس عندنا أكيد فمشكون وصف القرار هذا بقرار سياسي كانوا ينتظروا أنه يوم 14 جنوبي يوم عيد الثورة معنى أنه مش تصير مظاهرات فهم يوم 13 أقروا حالة الطوارئ باش يمنعوا التجمهر والمظاهرات لكن أكيد أنه اليوم معناها اللوميكرون معناها خفيف معناها كما قال الرئيس الوزراء معناها الإنجليزي معناها عبارة كأنه نزلة قوية شوية وهذا نشوفه حتى في حالة الوفايات معنا السنة اللي فاتت وصلنا مئة حالة وفاة في اليوم اليوم معنا عشر حالات في اليوم الإجمالي الوفايات من اللي بدأ الكوبيد 26 ألف حالة لكن الحالات اليوم منتع الوفايات هي عشرة في اليوم فقط يعني اليوم معناها العدد المرضى في المساحات والمستشفيات تقريب 700 حالة ثم معناها الحالات الجديدة 61 حالة تقريب معناها واللي هما في قسم الإنعاش 158 حالة فقط واللي حالتهم اختيرة جدا تحت التنفس الاصطناعي هي 38 حالة نفهم من هدايا الكل أنه اليوم لأوميكرون معناها سريع الانتشار لكن هو معناها خفيف في نفس الوقت ومعناها ما يقلقش ونشوفه حتى اللجمة العلمية قررت معناها أنه الطلبة والتلاميذ يواصلوا الدراسة متاحة رغم أنه النقابات في تونس في التعليم طالبت بإيقاف الدروس خايفين معناها ماذا يحسر هذا دكتور محمد يعني واضح أنه هناك أيضا في تصريحات جديدة تتعلق بشأن جرعة رابعة من لقاح كورونا وبالتالي الكل يعول على الجرعات المعززة وأيضا اللقاحات الجديدة في محاولة مجابهة هذا الفيروس باعتباره سوف يكون شبيه بالزكام الحاد كما ذكر هنا هل سيتم التركيز فقط على اللقاحات وإيجاد علاجات وبالتالي تعود الحياة إلى طبيعتها كونك مختص ومتابع سيد الكريم دكتور محمد ما السيناريوهات القادمة أكيد أنه اليوم الدولة التونسية تحف المواطنين باش يكملوا يستكنوا الجرعات الثالثة من اللقاح تعرفوا أنه في تونس وصلنا اليوم 6.2 مليون أتموا الجرعات متاحهم 6.2 مليون استكملوا اللقاح متاحهم وبالطبيعة اليوم الدولة التونسية تدعو المواطنين باش يعملوا الجرعات الثالثة متاحهم وليمش يسافر ويجملوا حتى الجرعات الرابعة لكن اليوم نفهم أنه معناها الأحكام الجديدة هي أنه المحافظة على التباعد المحافظة على لبس الكمامات معناها اللقاح معناها هدوما الإجراءات الوقائية التي الدولة تدعو المواطنين باش يواصلوا فيها وتحاول باش أنه الناس تتعايش مع اللوميكرون هذا ومع الكوفيد كلام مهم أعود لدكتور شريف إبراهيم دكتور شريف إذن في الدول العربية هناك ما زال الالتزام بلبس الكمامات وأيضا التباعد الاجتماعي الحالات ترتفع بشكل كبير ومقلق بينما في الدول الغربية وبريطانيا أيضا هناك الأعداد أكبر بكثير كما نسمع عنها من دول أخرى ولكن سترفع كل هذه القيود على ماذا تعول هذه الدول أبتكر المغارنة طبعا واضحة جدا بين الدول العربية والدول الغنية بريطانيا التي نسبة التغطية عالية بالتضعيمات حتى الجرعة الثالثة التي هي الجرعة الاحترازية الأخيرة هي التغطية حواري 64% عندنا في بريطانيا وهذه تغطية عالية جدا لأن طبعا وجدوا أن الناس المطاعمين هي جرعة الثالثة طبعا بوليس جونسون هو طبعا باني كلام باني الجرعة الأخيرة لأن الدراسات أثبت أن الولا يأخذ الجرعة الثالثة بعد أسبوعين ومن أخذ الجرعة الثالثة بتكون حوالي 89% منهم مطاعمين حوالي إن الجرعة الثالثة هي تقوي من المناعة ولديها فعالية في تقوية المناعة طبعاً هي 89% تخفض من احتمال الإصابة بـ 89% وخاصة كمان مع الـ O-micron الذي هو الفيروس الجديد الذي هو طبعاً الفيروس طبعاً ظهر في نهاية نوفمبر الظهر في نهاية نوفمبر الجرعة الثالثة تخفض من مستوى الإصابة بالـ O-micron بحوالي 65% إلى 75% ما صحة ما يتم داوله اليوم دكتور شريف إبراهيم حول أن هناك لقاحات جديدة سوف تكون ذات فعالية أكبر ومخصصة ضد O-micron والمتحورات الجديدة قبل يومين سمعنا أن هناك طفرة جديدة من أميكرون طبعاً هي شركات كلها السعادية عندها بتتبع باسلوب الذي هو فيه مرونة عالية جداً جداً في أن كل اللغاحات الموجودة في السوق يمكن تطويرها عشان تكون تغطي ما هو موجود في الساحة من فيروسات لأن الفيروس ما نحن قلنا أنه ذكي للغاية ويغير من شكله بحيث أنه يستمر في الانتشار بسرعة أطول وبالتالي فكرة الانتهاء من هذا الوباء حسب كلامك مسألة غير واقعية خاصة أن هذه الفيروسات تتحور وتتطور باستمرار وبالتالي الاتجاه نحو التعايش معها هذا ما أفهمه منك طبعاً طبعاً هي أنا في النهاية بأفتكر أنه الفيروس بتاع الكورونا في النهاية حيكون زي الفيروس الموسمي بتاع النزلات البردية اللي هو بتاع الانفلونزا حيكون نفس القصة وحيكون نفس التطعيم الناس بيأخذوه كل موسم وحيأخذوه وبعد شوية حيكون يمكن يكون محصور بعد شوية على الفئات اللي هي أكثر عرضة للمرض يعني زي مثلاً الناس كبار السن الناس اللي عندها أمراض مزمنة الناس اللي عندها بتأخذ مثلاً فيه مصبتات للمناعة ذلك بيكونوا طبعاً هما أكثر ناس عرضة للمرض ولذلك بيكون هما بتكون الفئات اللي هي بتكون مطلوبة يعني للتطعيم بالمرض السنوياً لكن عموماً طبعاً الساعة دي برضو كمان في إنجلترا فيه أشياء أخرى برضو ماشاً بتشجع برضو على الحكومة بأنها برضو تخفف من الليرات الوغائية بتاعت الكورونا لأنه فيه أسعى بيوجدوا بعض العقار الجديد اللي هو فعالية عالية لعلاج الأمراض الفيروسية أسعى فيه طبعاً بحث كبير جداً جداً اللي هو حيكون يشاركوا فيه حوالي 10 ألف متبرع حيشاركوا في هذا البحث اللي هو بيكشف مدى فعالية العقار الجديد اللي هو استعليم مطروح في السوق لعلاج الأمراض الفيروسية وإذا ثبت أن هذا الإعقار سيكون فعالية عالية فبعد ذلك لكل هذه الأمراض الفيروسية ستكون شيء بسيط جداً هذا خبر مفرح خاصة لمن لا يرغبون بأخذ المزيد من الجرعات واللقاحات دكتور نحن الآن أمام أزمة دكتور محمد أعود لك أشرك معنا دكتور محمد بن حميدة مرة أخرى الكثير من الناس منزعجة تقول أخذت الجرعة الأولى والثانية لا أريد جرعة ثالثة وهناك من أخذ ثلاث جرعات ولا يريد جرعة رابعة وهناك تصريحات جديدة بشأن جرعة رابعة من لقاح كورونا في أوروبا يعني وزير الصحة الألماني تحدث أنه لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلزامية مدام الشخص قد حصل على جرعة ثالثة من اللقاح وهنا هذا يطمئن بعض الناس سيد الكريم أنه أولا لا يوجد إلزامية وفي نفس الوقت بأنه ثلاث جرعات تكفي في الوقت الراهن لتجنب مضاعفات هذا الفيروس ومتحوراته تفضل رأيك هو بطبيعة أنه اليوم في تونس الجواز الصحي ولا جواز إجباري معناها اليوم يمنع الدخول المحلات العمومية والإدارات العمومية والخاصة إلا ما يكون عندك الجواز السفر الصحي وذلك إزراءته عنده أكثر من شهر واليوم ثم سرامة في تطبيقه بالطبيعة حتى في الدخول للحدود معناها ثم إجبارية بينشور جواز الصفر الصحي معناها أنا شخصين كنت في ليبيا البارح ومعناها ثم تطبيق سرام للإجراءات هدومة في الحدود معناها بشتدخل لتونس لكن اليوم منجموش نقارنوا الإجراءات في أوروبا والإجراءات اللي قاعدين قوموا بها في البلدان العربية عليش ناخد مثال أنه مثال اليوم نشوفه أنه في فرنسا الطب عن بعض خدها شوط كبير معناها استعمال التكنولوجيا والعيادات عن بعض ما الذي كان في 2019 معناها 500 ألف عيادة عن بعض اليوم في 2021 فتنا لـ 18 مليون معناها عيادة عن بعض إجراءات المستحبة هي إجراءات هامة وتخلي الناس معناها تتوقع معناها أنها تلحقها العدوى من الكوفيد لكن للأسف في البلدان العربية وفي تونس هذا تأخرت معناها القوانين اللي هي تسمح بالقيام بالعيادات عن بعض وشوفنا أنه بطبيعة الإجراءات هذية ما كانتش معناها المواطنين باش يحاولوا معناها يعملوا العيادات متاحة عن بعض وهذه كي يتوقعوا العدوى كيف كيف الضمان الاجتماعي نشوفه في فرنسا من اللي كان ياخدوا 70% من قيمة العيادة عن بعض ولا في فترة الكوفيد ياخدوا فيها 100% معناها الاسترجاع المصاريف هذه معناها الضمان الاجتماعي في الكنان دونك اليوم دونك معناها المقارنة للأسف معناها ما تكونش واقعية وما تكونش سهلة خطر الإجراءات المصاحبة هي إجراءات معناها ناقصة في البلدان العربية وانا ندعو الدول باش هي بيدها تخلي التكنولوجيا هذية تعاونها باش ننقضوا الناس ونخليهم يرجعوا للشغل متاحهم ويرجعوا للعمل متاحهم في أحسن الظروف معناها وتعفوا أن اليوم العمل عن بعض ولات ظاهرة جديدة في البلدان المتقدمة لكن للأسف في البلدان العربية بسيطة عامة معناها ما زالنا متأخرين دونك معناها اليوم معنا تكنولوجيا معنا هواتف نقالة معنا تسمح باش نعمل عيادات عن بعض الامهالف هذا المعناها يسمحنا باش نقوموا بالعيادات وأنا أدعو أن الإجراءات هذه والقوانين تسمح وتتسرع في القيام بالتطبيب عن بعض على الأقل في المرحلة الراهنة حتى ننتهي من هذه الأزمة العالمية ليس كذلك؟ أكيد معناها اليوم نحن في حاجة باش نقصوا من العدوى معناها ونواصلوا للشغل بتاعنا معناها اليوم بعد سنتين من الجيحة هذه يزم معناها نعرفوا كيفاش نتعاشوا معها ونعرفوا كيفاش نتأقلموا ونعرفوا كيفاش نقوموا بالإجراءات اللي تخلينا نرجعوا للحياة العادية معناها في أقرب الأجال معناها اليوم شفنا أن السفر شخصيا بارح في المطار تونس قرفانج معناها المطار فارغ جدا معناها ما تماشى عدد المسافرين قليل وهذا بطبيعة معناها يضيع مصالح الناس واليوم تعرفوا أن الأزمة هذه معناها متاع كوفيد خلقت أزمة معناها اجتماعية كبيرة في تونس وفي عديد البلدان الأخرى معناها اليوم المواطن العادي معناها يتحمل ضغط النفسي والمشاكل النفسية اللي معناها يتعرض لها من جراء الغلق المحلات وعدم التمكن من التنقل ومعناها ويوم حال الطوارئ هذا معناها يخلي ضغط نفسي كبير ويقلق وعمل حتى مشاكل اجتماعية في وسط العائلات معناها في وسط الشغل كيف كيف معناها السترس ارتفع والمشاكل معناها في الاجتماعية بسيطة عامة كثرة دونك اليوم يزينا نطاف حلول معناها جدريب كيفاش نتعاشوا معنا وكيفاش نتأقلموا وكيفاش نرجعوا سريعا للحياة العادية وهذا معناها التمشي هو اللي يكون الأرجح والأصح باش الناس بترجع للحياة المتاحة وترجع معناها تعيش معناها وتسترزق معناها اليوم نشوفو أنه تم ناس معناها عادتين عن العمل اللي هم في السياحة نشوفوا السياحة في سيفة عامة معناها قطاع معناها في كريز معناها دونك اليوم كيف السياحة العلاجية تونس هي وجهة سياحية عالمية معناها ومعروفة لكن اليوم نرى أن هذه المزورة تحدد من تنقل الأشخاص كما تقول أنت الضمان الجواز الصحي يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب الانسان كلفة السفر ترتفع والإجراءات هذه تحدد من تنقل الناس خطر عبارة كأنه فيزا جديدة إن شاء الله أن الدول العربية بكلها تدخل في التكنولوجيا الجديدة وأنا شخصيا أضف اللجنة العلمية طبعا بعض اليوم نشتغل بخطاء حثيثة لكي نسرعوا في استخراج القوانين المكملة للقانون 2018 وشخصيا معنا المنصة الرقمية الدكتور.com التي اليوم قاعدت تشتغل وإن شاء الله كما نحن بدينا في تونس إن شاء الله في ليبيا قريبا لنبدأوا نشتغلوا عليه لكي نعاون الأخوة في البلدان العربية في صفة عامة شكرا لك دكتور محمد بن حميدة بالفعل هي قد تكون فيها الكثير من الحلول خاصة مع الخدمات الصحية التي أحيانا تكون متردية أو لا تكفي لسد العجز خاصة في فترة ازدياد نسبة الإصابات بكورونا وعدم استيعاب المشافي والمصحات شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الدكتور محمد بن حميدة رئيس المنصة للطب عن بعد دكتور دوت كوم وعضو المؤسسة العلمية للتطبيب عن بعد شكرا على هذه المشاركة انضم إلينا الآن من الدار البيضاء الدكتور عبدالله بادو مدير مختبر المناعة الجينية بكلية الطب والصيدلة جامعة الحسن الثاني أهلا ومرحبا بك سيد الكريم شكرا لوجودك معنا كنا نناقش وضيوفنا أنه هناك رفع لقيود كورونا في بريطانيا وبعض الدول الغربية بينما هناك في تشديد على تلك القيود والزامية جواز كورونا جواز التنقل أو هوية كورونا داخل المؤسسات والمراكز الحكومية والتجمعات وبالتالي هناك فرق بالتعامل في مكافحة وباء كورونا بين الدول باعتقادك أين نحن نتجه الآن هناك من يقول أنه سوف نتعايش مع هذا الفيروس وبالتالي يصبح كونه كون الزكام الحاد أو الإنفلونزا الموسمية وهناك من يقول أنه يجب أن نكون حذرين لأنه لسه الأمر لحد الآن لم تحدث تغييرات حقيقية وفعلية تجعلنا نطمئن من خلال تخصصك سيد الكريم ومتابعتك لهذا الموضوع كيف ترى الصورة اليوم؟ مساء الخير سيدتي شكرا جزيلا على الاستضافة بالفعل هذا سؤال مهم جدا نحن نشوف الفوارق الموجودة اليوم بين الدول والإجراءات التي تتخذ من طرف أو من طرف مختلف الدول لاحظنا كيف بدأت أستراليا أولا في تخفيف القيود بعدها إسبانيا بعدها الآن مملكة المتحدة أظن أن ما أوضحت الأزمة لحد الآن هو أنه مع ظهور هذا المتحور الجديد وهو أوميكرون أوميكرون بعد الطفارات التي ركمها هو يتعامل بطريقة مختلفة جدا على المتحورات الأخرى لسيما المتحور الذي ظهر قبله وهو دلتا فالمهم جدا من نسبة نحن هو هل يعطي شراسة أكبر أو أقل من دلتا والمتحورات الأخرى أظن أن أوميكرون وشراسته هي أقل واضحة الآن بدأت البيانات تخرج أولا من جنوب إفريقيا التي صدقتنا حول ممتحدة دكتور عبدالله يبدو أن هناك في مشكلة في الصوت سوف أعود إليك أذهب إلى الدكتور شريف إبراهيم سنعود إليك دكتور ولكن إن شاء الله يرتب الصوت مع حضرتك دكتور عبدالله دكتور إبراهيم ونحن نتحدث عن الأعراض وهذا سؤال يسأله الكثير من الناس حقيقة هناك من تغتلط عليه الأمور بين أعراض الزكام وأعراض أوميكرون يعني هناك من يقول بأنه في اختلاف بين الزكام وبين أوميكرون ما هو هذا الاختلاف رغم أنه كثير متشابهين كما يصف بعض المختصين هذا السؤال جميل جدا طبعا هما الاثنين التهابات فيروسية والتهابات فيروسية يعني دائما يتكن في الجهاز الأعلى الجهز الأعلى من الجهاز التنفسي أو الجهز الأسفل من الجهاز التنفسي وإذا كانت في الجهز الأعلى من الجهاز التنفسي والزكام العادي والزكام اللي هو في نفس المغابرة ممكن يكون أكثر في النزلات العادية النزلات بتاعت البرد العادية لكن أكثر من كده ما أفتكر بيكون في أي فرق كبير خالص اللي هي بيكون فيه برضو ألم في الحلق بيكون في حمى كل الأعراض الثانية بتاعت الجهاز الفيروسية بتكون هي كلها زي بعض حتى كمان من الأشياء الغريبة جداً جداً أنه التحليل نفسه طبعاً التحليل هو طبعاً بيعتبر جزء كبير جداً جداً من مقافحة لأنه أسأل زي ما أنت عارفانه من قبل فترة من زمن يعني ناساً شغالين أنه كل واحد مثلاً ماشي إلى مثلاً لو في مثلاً في حفلة خاص أو في ناس مجتمعين مع بعض هذا قبل ما تفكل إجراءات الاحترازية الأخيرة أنه الناس بيعملوا التحليل واللي يكون معاه اللي بيكون بوزيطيف دائماً ما يمشي يختلط مع المجموعة الثانية نعم أصدر مشارط لللقاءات الاجتماعية يعني قبل أن تذهب إلى أي دعوة يجب أن تجري هذا الفحص للتأكد ولكن يحق السؤال دكتور هنا فيما يخص الفحص إلى أي مدى هذه الفحوصات دقيقة فعلاً في معرفة مدى إصابتنا بالمتحور أوميكرون أو لا والله طبعاً لا يوجد فحص خاص للأوميكرون لكن الفحوصات عموماً في الإجابة الخطأ وفي السلبي الخطأ كثير فيها أنا لا أعرف بالضبط النسبة تختلف من فحص لفحص ثاني لكن حتى الساعة الحاجة الغريبة جداً جداً أنه فيه اختلاف حتى بين الفلو اللي هو الزكام العادي والفيروس كوبيد اللي هو فيه اختلاف بينهم يعني في الساعة في ناس بيقولوا ربما يكون فيه خط أو فيه حاجز أو فيه مجال بين الاثنين ممكن الاثنين يدوك يعني نفس الـ positive test والnegative test اللي هو بيدعمل لكوبيد نعم اسمحوا فده كمان ممكن يكون عنصر ثاني كمان غريب جداً جداً لكن طبعاً هي الفحصات دي ساعدت كثير جداً جداً من الحد من انتشار المرض وطبقى المعلومات المتضاربة بخصوص هذه القضية سيد الكريم أرجو أن تبقى معي متضاربة بشدة يعني نعم الأغرب من كده كمان هو طبعاً ودي فرضو بيري انترستين اللي هي الناحية بتاعت أنه المرضى المزمن لأنه طبعاً الكورونا هي مرض حاد ممكن يمشي يتطور يعني يحصل فيه مضاعفات وكده لكن في المرضى المزمن اللي هو بيستمر مع الناس لفترة زمنية طويلة نعم هذا متلازمة كورونا يعني ما بعد الإصابة بكورونا تقصد ما بعد الإصابة بكورونا وهذه مسألة مخيفة مخيفة جداً لأن هذه بيتصيب الناس اللي هما ما عندهم عراض كثيرة المرض عندهم خفيف والناس جاءوا قالوا والله الأومايكورونا اللي هو طبعاً الفيروس الجليد ده قالوا أنه بإصابته خفيفة ولذلك ربما أنه يكون من الفيروسات من النوع اللي ممكن يتسبب لك اللي هو فترة زمنية طويلة يديك مرض لزمن مزمن يعني طبيعة هذه المرض دكتور يعني نود معرفة اختلاف وشدة الأعراض من شخص لآخر للمصابين بأوميكرون وبالتالي متلازمة الإصابة اللي هو طبعاً هي المسألة كلها بتكمن في أنه يعني هو المرض بيكون خفيف يعني المتلازمة اللي هي بتستمر لزمن طويل هذا المرض في البداية بيكون خفيف وبيكون في الناس اللي هما أصغر سناً يعني المرض المرض الحاد اللي فيه مضاعفات كثيرة بيكون دائماً في الناس الكبار السين لكن المرض اللي هو اللي هو بيكون خفيف وفي ناس في أعمار مثلاً عشرين ثلاثين لسه أعمار أعمار أقل دائماً بيكون عندهم القابلية بتاعت أنهم هم تديفولوب الموضوع اللي هو المتلازمة اللي هي بتستمر لزمن طويل لكن تم بحث بهذا الناحية وليقوا أنه حتى الناحية دية برضو خطأ لأنه لقوا أنه النس المطاعمين دائماً بيكون بتديهم يعني اللي هما يأخذين جرعتين مع بعض بتديهم حماية حوالي 11% أو 13% تديهم حماية من المرض والناس المقدين جرعة واحدة تديهم 9% حماية من المرض المزمن فده برضو في ناحية برضو مطمنة أنه حتى المرض المزمن اللي هو بصوى الناس اللي هم عندهم معراض خفيفة برضو أقل في الناس المطاعمين نعم على كل حال نتمنى أن لا يكون هذا المرض المزمن مرض إضافي للأمراض التي يعاني منها البشر بالأساس سيد الكريم شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور شريف إبراهيم الأخصائي في الطب الوظائفي كنت معنا من لندن أكيد للحديث بقية شكرا لك سيد الكريم أذهب إلى الدكتور عبدالله بادو من الدار البيضاء الدكتور عبدالله أتمنى أن يكون الصوت أوضح الآن عذرا أطبنا عليك أهلا وسهلا دكتور هل هو أحسن الآن شكرا لك سيدي دكتور سؤالنا عن الجرعات المعززة هل تحمي هذه الجرعات المصابين بأوميكرون من الأعراض الخطيرة نعم اللي واضح الآن هو أنه هناك مجموعة من البيانات التي ظهرت في مجموعة من الدول والتي أوضحت أن عندما نأخذ أو عندما يأخذ شخص يعني جرعتين مثلا فعنده حماية من المرض الخطير الدخول للمستشفى ولقدر الله الوفاة تقريبا بحوالي 70% هذه الدرسة تعملت في جنوب إفريقيا والضحات بأنه بالفعل الأشخاص اللي اخذوا لأنه جنوب إفريقيا يأخذوا فقط جرعتين أشخاص اللي اخذوا جرعتين عندهم حماية حتى 70% بالنسبة المرض الخطير بالنسبة لانتقال العدوى يعني كما نقول كان حماية فقط 32% الحماية الأكبر تكون من المرض الخطير بالنسبة للدراسات الأخرى التي ظهرت في دول أخرى كالمملكة المتحدة كالولايات المتحدة الأمريكية توضح أن الجرعة المعززة يعني الجرعة الثالثة تعطي حماية تضيف حماية أكبر من الجرعة الثانية يعني البيانات واضحة اليوم أن الشخص الملقح يتعامل بشكل أفضل بكثير من الشخص الغير الملقح وشخص اللي أخذ ثلاثة جرعة فأحسن شيئا ما من الشخص اللي أخذ فقط جرعتين أو جرعة واحدة سعلى العموم جرعتين تعطي حماية وتلاتة جرعة يعني تضيف إلى تلك الحماية وتحميل أشخاص أكثر من تطوير مرض خاطر واحد نقطة أخير اللي بريت نضيف من ناحية اللقاح عمليات التلقيح ولو أننا كنشوف بأن الأشخاص اللي ملقحين يعني هما يأخذوا العدوى من طرف يعني تأخذوا العدوى دي الأوميكرو لكن الدراسة توضح أن احتمال يعني أخذ العدوى من طرف من طرف أوميكرو كتكون أقل عن الأشخاص المطعمة بالمقارنة مع الأشخاص غير المطعمة ولو أن الأشخاص المطعمة حتى يمكن لها أنها تأخذ العدوى لكن في الأخير كتبقى الأشخاص المطعمة فهي محمية من على العموم من تطوير المدد الخطير والدخول إلى المستشفى نعم دكتور عبدالله سؤالي لك وهذه مسألة تخيف الكثير من الأسر اللي عندهم أطفال يعني منظمة الصحة العالمية خفضت سن التلقيح من 12 سنة إلى 5 سنوات لماذا يحتاج الأطفال إلى هذا اللقاح بينما يقال أنه لديهم مناعة قوية يستطيعون يعني حماية أنفسهم من أي فيروس نعم نعم هذا سؤال مهم جدا ونسأ سأقول رأيي فيه الشخصي عندما نأخذ قرار إعطاء اللقاح ل يعني 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 ننظر مدى خطورة المرض عند الفئة العمرية وكذلك هل هذه الفئة العمرية إذا أخذت اللقاح ويكون حتى شي أعراض جانبية هنا كانت تكلم على بنيفيت ريسك تعلان الريشيو بنيفيت ريسك أظن أن لحد الآن واضح أن ولو أن بالنسبة الأوميكرون بالمقارنة مع المتحورات الأخرى أوميكرون يعطي العدوى بنسبيا أكثر لهذه الفئة العمرية للأطفال بصفة عاما لكن على العموم كتبقى هذه الفئة العمرية لا تطور خطر مرض خطير وهذه الفئة العمرية لا تتوفى والحمد لله لا تتوفى من العدوى بأوميكرون وبالتالي أنا في تقديري ف الريشيو بنيفيت ريسك يعني الإيجابيات بالمقارنة مع السلبيات هذه اللقاح لحد الآن في رأيي ما كنش يعني داعي أن هذه الفئة العمرية تخذ اللقاح ف لحد الآن هذه الفئة العمرية ما كنشوش فيها يعني عدد كبير من الأطفال اللي عندهم الذين يطورون مرض خطير وما كنشوش في عدد كبير من الأطفال أو فئة يعني كنحضروا هنا كنتحدثوا بالنسب ما كنش واحد نسبة كبيرة للأطفال التي تتوفى من هذا المرض وبالتالي في رأيه لا داعية فالناس يقولون أنه يعني هناك امتياز أو نعطي لهذه الفئة العمرية لقاح لحماية الأشخاص اللي عندهم هشاشة صحية لأن الأطفال هذين من بعد التقوا مع كبرسين في المنزل وبالتالي يمكن أن أنهم يعطي يعني نلقل لهم الفيروس هذا ما قلناه كذلك مع الفئة العمرية 12 سنة إلى 17 سنة لكن احنا كنشوف ولو أننا يعني لقحنا هذه الفئة العمرية 12 سنة إلى 17 سنة فالفيروس لا زال ينتشر بيننا وبالتالي أظن أنه لا داعية في تقديري لمدامت هذه الفئة هذه ما عندهاش يعني لا تطور مرض بطريقة مباشرة جراء العدوى بهذا الفيروس ففي تقديري لا داعية لتطعيم هذه الفئة العمرية دكتور عبدالله سؤال آخر يتعلق بمن يرفض أخذ اللقاحات ويقول أنه مجرد الإصابة بفيروس كورونا أو بمتحورات هذا الفيروس قد تعطي مناعة وأرسام مضادة تحمي الجسم لفترة ما مدى صح ذلك علميا نعم علميا هذا صحيح عندما يعني المبدأ اللقاح ما هو مبدأ اللقاح فمبدأ اللقاح هو أننا نعطيه الشخص الفيروس الغير ناشط أو نعطيه مكون من مكونات الفيروس الفيروس ناشط يعني الفيروس الحي بين قوسين فهذه طريقة للتطعيم كذلك لكن الخطر من هذه طريقة هو أنه لا سيما مع المتحورات الأخرى وأننا لم نعنى العدد كبير دي الأشخاص أنهم يواجهوا الفيروس الناشط مثلا دلتا أو البيتا أو الألفا لأنهم هذو كانوا فيروسات يعني عندهم شراسة كبيرة وهذا اللي كان يخيفون كثيرا لا سيما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم هششة صحية هششة صحية أو عندهم أمراض مزمنة للأشخاص وبالتالي وبالتالي نعم حتى الفيروس الناشط الطبيعي كيعطي حتى هو وحد طبقة كل يوم نقول من المناعة لكن حينما يكون الفيروس شارس فهذا خطير جدا لأننا سنقابل الوفيات كثيرة ونحن في نكتب الفرق بين اليوم أوميكرون ودلتا فبنسبة للبلدان مثلا اللي وصلت لـ 98 أو 99 في المائة دي الأوميكرون في تقديري يجب حماية بطريقة كبيرة الأشخاص اللي عندهم هاشاشة أكثر من الأشخاص اللي عندهم هاشاشة لكن بصفة عامة كيبقى اللقاح يعني مسألة مهمة جدا أننا نتبعو الحملة لماذا لأنه ممكن أن بقي عندنا الاحتمال قائم أن متحول أوميكرون أنه يتحور لفيروس آخر لربما ستكون عنده سرعة أكبر وتقدر تكون عنده لقد در الله الشراسة أكبر كذلك وبالتالي أظن أن مهم جدا أننا نكون نأخذ اللقاح لأن اللقاح على العموم يبقى فعال ويبقى آمن هو الوسيل الكبير اليوم بالإضافة إلى الأدوية لأن الحمد لله بدأت تظهر كذلك ويتهي عند أهمية كبيرة نتمنى أن تخرج إلى الناس هذه الأدوية لأن نستن تضرها على أحر من الجمر حقيقة حتى ننتهي من هذا الكابوس شكرا جزيلا لك سيدي الكريم دكتور عبدالله بادو مدير مختبر المناعة الجينية بكل قط الطب والصيدلة جامعة الحسن الثاني من الدار البيضاء تحية لك وأكيد للحديث بقية أهلا وسهلا بكم من جديد انضم إلينا من الرياض الدكتور عميد خالد عبد الحميد رئيس التجمع السعودي البريطاني الطبي أهلا ومرحبا بك نورتنا أستاذنا الكريم شكرا لقبولك الدعوة أعرف أنه لم نخبرك من فترة للتحضير لها وأعرف أنك في العيادة شكرا لك لقبول هذه الدعوة نتشرر دائم سيد الكريم كنا نتحدث عن المعلومات المتضاربة عن كيف تتعامل الدول مع هذه الجائحة ومع مكافحتها نبدأ من بريطانيا بريطانيا في آخر هذا الشهر أعلنت أنه في 27 من هذا الشهر الحالي سوف يتم رفع القيود برأيك كيف تفسر هذا القرار على الرغم من ارتفاع النسب الإصابة بالمتحور الجديد أميكرون بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أرحب أكتلكم مشاهدين وكل زملاء المشاركين في هذه الحلقة المهمة الحقيقة أستاذة وجدان نحن الآن نواجه المتحور أميكرون المتحور أميكرون هو أخف كل المتحورات الألفا والبيتا والدنفا من ناحية أن هذا المتحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي يعني مثل ما قال الأخ رئيس الوزراء بوريس جونسون مثل ما ذكر أنه سيتحول هذا الأمدميك إلى زكاة وفعلا أعراض أغلب المصابين اللي أعرفهم في بريطانيا هو كان فقط عبارة عن زكاة خصوصا من تلقى الجرعات الأولى والثانية والجرعة التعزيزية الثالثة فلذلك نرى أنه وكذلك آخر أرقام وزارة الصحة البريطانية تقول لنا أنه 95% من البريطانيين لديهم مضادات أنتيبوديز ضد الكورونا ضد الكوفيد هذا يعني أنه الإصابات أول شيء الكل سيصابوا بالأمكرون هذه يعني من الأشياء التي العلماء حقيقة استنتجوها مؤخرا اثنيا الإصابات ونرى راجع يعني أفهم عذرا قاطعك دكتور في هذه النقطة تسمح لي يعني أفهم من كلامك أنه كل الناس مصابين حتى يثبت العكس يعني مش كل الناس تظهر عليهم الأعراض أليس كذلك يعني أما أعراض خفيفة أعراض تشبه أعراض الزكام أو بعضهم الجهاز المناعي يقتل ويسيطر على الفيروس لأنه بالرغم من أنه الأمكرون قابلية على الانتشار وعلى الإصابة كبيرة جدا لكن من حسن الحظ أنه لا ينزل إلى الجهاز التنفسي السفلي لا يصيب الرأس يعني أغلب الحالات الموجودة الآن هي عبارة عن ما نسميها بالأبر يعني الله سترفي عباده يا دكتور لأنه الناس تعبت بالسنتين الماضية نعم نعم الحمد لله وهذه طبعا يعني لو نراجع تاريخ الفيروسات والالتهابات الفيروسية وحتى الالتهابات البكتيرية شوف أنه المتحول أو التفرات الوراثية سبحان الله هذه التفرات الوراثية مثل ما حدث مع إذا تتذكرون قبل كم سنة كان في شيء اسمه فلوينز الطيور الـ H1N1 هذا كان نسبة الموت فيه 50% يعني اللي يصابون إذا صابوا عشرة يعني خمسة منهم يموتوا نسبة كانت من الفيروسات الخطيرة تطور وصار عنده ميتيشن بحيث قتل نفسه وانتهى الآن لا يوجد الفلوينزة الطيور بين البشر نعم وأنا أتوقع أن هذا هو الحقيقة طبعا هو كلها توقعات الكوفيد 19 هو فيروس جديد والتحورات الدصير لكن كل البحوث والدراسات الأخيرة وخصوصا المزارة الصحة البريطانية الـ الـ والوزارة الأمن الصحي اللي يسموها وليجنة الأمن الصحي اللي تعلن عن نتائج التحذيرات تجد أنه الحمد لله الأمكرون صحيح هو سريع الانتشار لكنه نسبة الوفيات قليلة جدا نسبة الإدخال والمستشفيات جدا قليلة مقارنة بالألفة والبيتا والدلتا طيب دكتور عميد يعني قرار رفع القيود في بريطانيا هل يرتبط ب يعني تلقيح نسبة كبيرة من الشعب البريطاني أكثر من 80% أم المسألة تتعلق بقرار السياسي خاصة أنه رئيس الوزراء بوريس جونسون يعني يقال أنه يقاوم الإطاحة به بسبب خرقه للقيود لذلك قام برفع معظم القيود يعني كيف تفسرها أنا لا أعتقد أنه موضوع حفلة الكريسمس وحفلة ماي في داون ستريت هو سبب يعني هذا أعتقد السبب الرئيسي في قرار رئيس الوزراء البريطاني والحكومة البريطانية في رفع القيود في نهاية الشهر هو لأسباب عديدة أنه أكثر من 90% من البريطانيين لديهم المضادات ضد الفيروس كورونا ومثل ومثل تفضلت أكثر من 80% من البريطانيين أغلبهم ملاقحين بالجرعة الأولى والثانية وتقريبا 55% بالجرعة التعزيزية فأنا أعتقد أنه التكيف مع هذا الفيروس والنعيش مع هذا الفيروس خصوصا أنه المتحور الأخير الذي يمثل تقريبا 99% من الإصابات في بريطانيا وأكثر من 90% بالعالم لأنه فيروس أميكرون تتمكن من السيطرة على وقضاء على فيروس دلتا الذي كان هو أخطر وأشد فتك دكتور عميد ولكن ماذا عن الذين لم يرفضوا أصلا فكرة التطعيم كيف سيواجهون هذه الجائحة كيف سيتعايشون معها إذن هم أصلا يرفضوا أي تطعيم يعني أنا أعتقد أنه حتى اللي ما نطعمين نسبة الإصابات في ما نسميها بالنيمونيا أو ارتهاب ذات الرئة نعم اللي هو من أسباب القاتلة لإمتهابات أو صامة لفيروس كورونا الحقيقة هو هذه يعني إصاباتهم ستكون كذلك طفيفة كذلك في الجهاز التنفسي العلي وليس في الجهاز التنفسي السفلي أو الرئة فلذلك نحن باتجاه أنه الخلص يعني نتعايش مع هذا المرض وإن شاء الله التوقعات العلماء تكون صحيحة أنه هذا الفيروس في طريقه إلى أن يتحور أخير بحيث يقضي على نفسه مثل ما فعل هل سيتجه العالم اليوم سيد الكريم إلى أخذ لقاح موسمي سنوي كما نأخذ لقاح إنفلونزا الموسمية هذا هو أغلب توقعات العلماء أنه ستحول الكورونا إلى نوع من نوع من مشابه للزكان وحيكون هناك لقاح سنوي لهذه هذه الجائح نعم أرجو أن تبقى معنا لن أطيل عليك دكتور أعرف أنك في عيادة سمحني دعني أذهب الآن إلى الجزائر معي من هناك الدكتور يوسف وجلال الأمين العام لبيولوجي الصحة أهلا ومرحبا بك سيد الكريم كيف حالك مرحبا بك شكرا شكرا لنضمامك إلينا سيد الكريم نتحدث عن وباء كورونا عن الوضع الراهن عن التوجه الآن نحو محاولة التخفيف من القيود بينما هناك دول مصرة على تأكيد القيود خوفا من الانتشار المتزايد في نسبة الإصابات فيما يخص أوميكرون تحديدا ولكن يبدو أن العالم يتجه بالتهجاه التعايش مع هذا الوباء أو هذا الفيروس أرجو أن تضعنا في صورة ما يجري في الجزائر اليوم تركز في المجاري التنفسية العلوية يعني ما كانت هناك تعقدات صحية خطيرا جدا على مستوى الرئياتين ولا تعقدات صحية أخرى إلا بالنسبة لأشخاص المسنين والأمراض المزمينة لهذا لاحظنا أن هناك تتوقعات قليلة وعنما بطبيعة الحال هناك حملات التلقيح هناك حملات الكشف المكثف عن الإصابات لكسر سلسلة العدوى يعني في انتظار ما تسفير وعاية ستسفير عنه الأيام المقبلة نعم دكتور يوسف يعني لماذا تختلف الدول في سياساتها تجاه مكافحة هذا الوباء يعني دول ترتفع فيها نسبة الإصابات وتتحدث عن رفع القيود بالتالي تعود الناس إلى أعمالها ويصبح لبس الكمامة ليس إلزاميا أو إجباريا تعود الحياة بشكل تدريجي إلى طبيعتها بينما هناك دول لا يعني ما زالت القيود موجودة ومستمرة باعتقادك على ماذا تعتمد هذه الدول في قراراتها نعم أولا فيما يخص أنه ستعود الحياة إلى طبيعتها لا أظن أن هذا سيكون قريبا خاصة أنه هناك دراسات حديثة أثبتت أنه الإصابة بفيروس كورونا لديها تبعيات مستقبلية على شخص المصاب مثلا سقاطي بالنسبة للأطفال والمعاقين أقل من 18 سنة الذين أصيبوا بفيروس كورونا وغيرها من الأمراض أما الآن فيما يخص السياسات هي تدعى بطبيعة حل استراتيجية الدولة المانية مثلا الدول التي وصلت إلى نسبة تلقيح أكثر من 70 بالوئة ولديها جواز صحي التلقيح إلزامي لكل الأشخاص خاصة في الأمريك العمومية يمكنها تخريض من إجراءات خاصة أن التلقيح تثبت نجاعت ذات المتغير وميكرون يعني لا يوجد هناك تخرف كبير لكن دولة تصل إلى نسبة التلقيح تجاوز 50% لا تستطيع أن تحمل هذا الخطر ما قد نقوله ولا المجازفة يعني طرف إجراءات الويقاير أنه سيكون هناك دكتور يوسف ذكرت كلمة يعني أود أن أعود لها رجاء فيما يخص من يصاب بفيروس كورونا تحدثت قبل قليل بأنه قد تحدث مضاعفات على المدى البعيد خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة وذكرت الأطفال والسكر عند الأطفال ماذا يعني ذلك؟ دراسة من طرف سي دي سي سنترول لف ديزيز كونترول أثبتت دراسة الأسبوع الماضي فقط أثبت أن الأطفال والمراعب حين أقل من 18 سنة المصابون بفيروس كورونا لديهم احتمال مضاعف أنه يتم إصابتهم بداء السكري يعني معرضين للإصابة بداء السكري لهذا يجب مراقبتهم بصفة دورية والقيام بالتحاليل الخاصة بالكشف وهذا سيدي ينطبق على من يأخذ اللقاح أيضا؟ ينطبق على من تمت إصابتهم سواء أخذ اللقاح أو لم يأخذ اللقاح لأن اللقاح يحمي من تعقيدات لكن يحمي من الإصابة يعني كي ممكن أن أخذوا اللقاح وتمت إصابتهم يبقوا معرضين يعني لخطر ذا السكري الفئة هذه لكن نفس دراسة أثبتت أن اللقاح يخفف من حدة أو من احتمالية إصابة نفس الفئة العمرية بداء السكري وهناك دراسة أخرى هي قيد إنجاز كما تنظر أن الفيروس مازال جديد نوعا ما يعني ستظهر دراسات وتمت أخبار أو تبعيات صحية وتعكدات صحية نتجة أن إصابة بفيروس كورونا بعد سنة من ثلاث سنوات لهذا الخبار الآن يقول أفضل شيء أنه لا تصاب بفيروس كورونا يعني يمكنك أخذ اللقاح لكن أفضل شيء يعني محظوظ في هذا الزمن من لا يصاب بفيروس كورونا سيدي الكريم على كل حال شكرا جزيلا لك دكتور يوسف بجلال الأمين العام لبيولوجية الصحة شكرا على هذه المشاركة عودة إلى ضيفنا من الرياض دكتور عميد خالد عبد الحميد دكتور عميد أكيد سمعت ما قاله ضيفنا من الجزائر بأنه من الأفضل أن لا نصاب ولكن لا نملك حتى يعني أن نفكر في أن لا نصاب خاصة أن الناس تعمل تتحرك تخرج صحيح أن الكثير من الناس تقطعت بهم السبل ويجلسون في المنازل حتى لا يصابوا ولكن واضح أن سرعة هذا المتحور الجديد بالوصول إلى العالم كبيرة وكبيرة جدا نعم صحيح يعني متحور الأمكرون الآن تقريبا مثل ما ذكرت سابقا أنه 99% إذا ما وصل 100% في بريطانيا في الولايات المتحدة وصل إلى تقريبا 80% وسيشمل العالم يعني تمكن الأمكرون من القضاء على دلتا اللي هو أخطر ويتوقعون العلماء أنه الكل سيصاب بين الأمكرون هل هذا معنا سيد الكريم أنه مع مرور الزمن البشرية سوف تتعرض لأمراض جديدة نتيجة الإصابة بهذا الفيروس ومتحوراته لا أبدا يعني الحقيقة الإصابة آخر دراسة اليوم كنت أقرأها في مجلة نيتشر أنه من يصاب بالأمكرون يصير عنده مضادات أنتيبوديس تمنع الإصابة بدلتا الذي يصير يصير عنده الإصاب بالدلتا ممكن أن يصاب بالأمكرون الأمكرون سريع الانتشار لكن من حسن الحظ أنه قليل الأعراض مثل ما قلنا هو فقط في الجهاز التنفس العلوي وفي أغلب الحالات هو يمر مرور الزكام كأنه زكام فلذلك نرى بإذن الله أنه نحن مقبلين على أن يتحول أن يتعايش مع هذا البرم يتحول من جائحة إلى من باندميك إلى إبديميك إلى وباء يتعايش معه البشرية الآن صحيح هناك ما نسميه باللون كوفيد يعني هناك تقريبا نسبة واحد بالمئة من اللي يصابون بالكوفيد يعانون من اللون كوفيد وهذا ينطبق على الألفة والبيتا والدلتا لا توجد دراسات عن المكرون هل هناك أيضا يعني اللون كوفيد أو أعراض اللي يطول أكثر يعني مثل ما نعرف إحنا الإصابة والإصابة الإصابة بكوفيد الألفة والبيتا والدلتا تقريبا خلال سبوع عشرة أيام تنتهي الإصابة إذا لم يكن فيه مرعفات وندخال في المستشفى والأي سيو الأمكرون تقريبا من سبوع ينتهي الإصابة هناك 1% من الإصابات ما نسميه باللون كوفيد المرضى يعانون من الآلام في العضلات تمرون بحالات من الكآبة لا يستطيعوا أن يمارسوا عملهم لا توجد دراسة أنه هل أمكرون فيها لون كوفيد ولا لا سنكتشف قريبا بعد ما يمر ولكن دكتور هنا يختلط الأمر على الناس لأنه هناك في الكثير من الأمراض التي تعاني منها البشرية لديها نفس الأعراض ما تفضلت به قبل قليل قاله صحيح لكن اللون كوفيد الآن أصبح مرض مشخص يعني كل من يصاب بمرض الكوفيد ويظهر عليه أنه نكتب بعد ما يعني البي سي آر أو الجهاز الفحص فحص الكورونا يثبت أنه هو سلبي لا يوجد لكنه يعاني من ما بعد الكورونا من أعراض أعلام في العضلات عدم وجود طاقة عنده لا يستطيع يعني بالتالي أفهم من كلامك دكتور عميد لا يجب إهمال المصاب بكورونا أنه فقط عندما يرى النتيجة بأنه شفية انتهى الأمر قد تكون هناك مضاعفات يجب الانتباه لها ليس كذلك مضاعفات نادرة واحد بالمئة نعم هناك مضاعفات اللون كوفيد وحالة مشخصة طبيا ومعروفة يعني بالنسبة من الحالات الآن معروفة لكن أرجع أقول أنه بإذن الله وهذا يعني كل الدراسات والبحوث تشير إلى أنه نحن الآن بصدد بإذن الله أنه نغلق هذا البلح ليس نغلق إلى الأبد لكن نتعايش معه دكتور عميد يعني الناس تعبت كل يوم في جرعة جديدة وجرعة معززة متى سننتهي من هذه الجرعات ونأخذ على الأقل جرعة واحدة في السنة المصيبة السادة أنا أشوف أرقام في فلسطين المحتلة بالرغم من أنه أخذوا أربع جرعات نعم موشتعززية ثالثة أخذوا الرابعة نعم في دولة الاحتلال لكنه أول مبارح وصلوا إلى 200 ألف إصابة يومية 200 ألف 200 ألف لدولة صغيرة فيها مليونين هذا يعني رقم كبير لكن نرجع ونقول أنه هو سريع الانتشار لكن لا توجد أعراض خطيرة أو مميثة ونسبة الإدخال للمستشفى قليل جدا ونسبة إجراء الإشغال لأي مدى يتأثر أو تحدث مشاكل صحية في الفم والأسنان ولسه نتيجة الإصابة بأوميكرون أو متحورات كورونا الكثيرة نعم سؤال مهم جدا سؤال مستشفى الجيش الإختصاصي الحقيقة الحقيقة حسب البحوث والدراسات التي عملناها في السنتين هذه لا توجد أعراض كلاسيك أو أعراض العلاقة فقط في الكورونا لكن شيء ثابت والمهم جدا أنه كل من يعاني من التهابات في النسة عادة ما ينتهي فيه إذا ما أصيب بالكورونا ينتهي فيه إلى التهاب ذات الرئة أو نيمونيا يعني كل من يعاني من التهاب في اللثة المزمن غير المعالج ومثل ما تحدثنا أستاذ أوجدان أنا وأنت أكثر من مرة في برنامجك الناجح أن كل البحوث والدراسات تشير أنه يعاني من التهاب شديد في اللثة يصاب بأمراض القلب والشرعيين وكذلك نيمونيا التهاب ذات الرئة نعم فنجد أنه في دراسة عملوها في نيويورك اكتشفوا أنه نص خمسين بالمئة من من أدخلوا في الانتنسف كير يونت هم كانوا يعانون من التهاب شديد في اللثة لم يعالج لم يعالج يقصدون قبل الإصابة بالفيروس قبل الإصابة نعم لم ينزل طريب الأسنان ولا ينظف لا يقوم بتمظيف الفن بالطريقة الصحيحة ولا يتم علاج مرض اللثة فيبقى المرض اللثة مستشري المرض اللثة الجيوب اللي صير في عظم الفك ما بين الأسنان وما بين عظم الفك هذا يكون مرتع لملايين المستعمرات الجرثومية من ضمنها النيمو كوكاي وبعض الجرافيم التي تصيب بالنيمونيا أو التهاب ذات الرئة تقريبا 70% من المصابين بالكورونا يعانون من نوع من التقرحات وهذه التقرحات تشبه بالتقرحات التي يصابون فيها أمراض الهيربيز والفيروسات الأخرى لكن أغلب العلماء وأغلب الدراسات التي تم إجراءها حول مرض الكورونا لم يجدوا كلاسيكا أعراض خاصة في الكورونا لكن أغلب الطبعا الشيء الثابت والوحيد هو الذهاب حاسة التذوق هذه كانت من أعراض الكلاسيك الوحيدة التي تم رصتها في داخل الفم أما التقرحات والتهاب النف وبعض التشققات في الخد بعض العلماء يقولون هذه بسبب الجفاف التي يصير بسبب الاتهاب الفيروسي لكن لا يوجد أعراض محددة مرتبطة بالكورونا ما عدا الغيام حاسب في هذا الشيء وحيد أخير حتى تستطيع العودة إلى المرضى في العيادة وشكرا جزيلا لهذا الوقت كله السؤال لكم الله يسلمك دكتور السؤال لكم كأطباء ومتخصصين في هذا المجال كيف تتعاملون مع المرضى خاصة بأن الإصابة تنتقل عبر التنفس وعبر الفم أعتقد أنه الوضع صعب يعني الله يكون نفعونكم دكتور نعم أستاذ وجدان طبعا أطباء الأسنان هما أكثر عرضا من بقية التقصصات الطبية لسبب أن أطباء الأسنان يستعملون المحور والترددات الصوتية وهذه تأدي إلى إخراج كمية كبيرة من الرجال المرتبط باللعاب وهذا اللعاب طبعا يحتوي على الفيروس فلذلك يعني جمعية طباء الأسنان البريطانية يعني أثبتوا أنه الآن واحدة من شروط عيادات طب الأسنان في بريطانيا أن يكون لدى طبيب الأسنان المشفط لات السرعة الهائلة بحيث لا يسمح للرذال النعاب أن ينتشر في الغرفة لأنه حيصيب الطبيب والممرضة ويبقى مثل ما نعلم في الفيروس قد يبقى في الجو أكثر من 24 إلى 48 ساعة فلذلك الآن كل عيادة في بريطانيا يجب أن يمتلكون هذه الشفابة بحيث لا يسمح للرذال ولكن هل هل تحمي بالشكل الكافي لأنه نحن رأينا أطباء يلبسون لبس خاص أحيانا يلبسون ثياب بصراحة من الصعب أن يلبس أي إنسان في طريقة التعامل مع المريض أنا أشعر بهذه المعاناة حقيقة نعم يعني الفيس ماسك طبعا ماسك وأيضا فيس شيل نلبس في العيادات مع زي خاص لكن فقط لما نعرف أن هذا المريض طبعا أي مريض عند درجة حرارة أو عند تاريخ للفيروس هذا يجل علاج الأسنان لا نقوم بعلاجه نعم ولكن هناك من المرضى لا يعرفون أنهم مصابين أصلا نعم هذا طبعا لذلك دائما نطبق ما نسميه universal cross infection control أو أساليب العالمية لمنع نقل العدوى أنه نعتبر كل مريض هو مصاب والطبيب مصاب والممرضة مصابة فنحمي الطبيب من المريض والمريض من الطبيب والممرضة من الطبيب والممرضة من المريض يعني نستعمل نستعمل كل أساليب الحماية والحمد لله يعني أنا في أظن كان السنة الماضية أصبت بالكورونا الحمد لله وفي نفس اليوم وفي نفس اليوم اللي الله يسلمك في نفس اليوم اللي أصبت فيه كانت شايف ثلاث ثلاث أميرات هنا في الرياض فرأسا اتصلت فيهم وقلت لهم من فضلكم أنا طلعت بهذه أعمله والحمد لله ثلاثتهم لم يتم انتقال عدو الحمد لله نحن نستعمل بحيث نعتبر الطبيب مصاب والمرض مصابة والمريض مصاب فنتعامل بهذا الأساس والحمد لله نرى هذه الطريقة هي الأنجح في منع انتقال العدوى ربنا الحامي شكرا جزيلا دكتور سعد بالحديث معك اليوم وأكيد المشاهدين اللي ينتظروك في الاستوديو تأتينا إن شاء الله في القريب العاجل بعد أن يرفع القيود يعني تصبح الحياة أفضل بإذن الله ربما لا تعود إلى طبيعتها ولكن يعني نتمنى أن تكون أفضل من الأيام الصعبة التي مرت علينا منذ سنتين إلى يومنا هذا موضوع الحلقة جاهز بانتظار ربما ربي ونحن بانتظارك شكرا جزيلا نتمنى لك السلامة دكتور عميد خارد عبد الحميد شكرا على السضافة السعودي البريطاني الطبي كنت معنا من الرياض شكرا لك شكرا لقبول الدعوة إذن مشاهدينا نشكر حسن المتابعة نشكر كل الضيوف كل من شاركنا اليوم في هذه الحصة نترككم بع باقي برامجنا الحوارية إلى اللقاء اشتركوا في القناة